كاس الخليج العربي في اليمن تزامنا مع الدورة الرابعة والعشرين المقامة في العاصمة القطرية الدوحة قرر الشاب يعقوب هبشان من أبناء مدينة ترين بحضر موت تصميم ونحت الكاس وتقديمه على هذه الصورة الشاب هبشان الذي يمضي في منتصف الثلاثين من العمر ويعمل حدادا وفنانا تشكيليا مؤخرا انتهى من نحت مجسم احترافي للكاس أياما قضاها يعقوب في العمل على هذه التحفة الخشبية التي اختار أن تكون من شيرة الإثل وبواسطة أدوات النجارة اليدوية مرت العملية بمراحل متعددة تنتهي بالرسم عليه وطلائه وكأي عمل إبداعي كانت كل مرحلة تتطلب تركيزا عاليا ليصل إلى هذا المستوى من الإتقان فكرة يأتي لما سمعنا عن دورة قاس الخليج 24 المقام حاليا في قصر يأتي الفكرة من هنا فقمنا ناخذ لوحة أو صبر من المواقع من النت حتى نشوف القاس يعني كيف طوله وكيف عرضه والشكل الحقيقي ثم رحنا عند الوالد أحمد ما قصر معي وخط منه العود الجدع هذا من الشجرة بعد أن انتهى من النحت الذي تطلب منه وقتا وجهدا عاليا على حد قوله ينوي تقديمه كهدية يمنية لدورة الكأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين المقامة في الدوحة تمنى أن أقدم هذا التمثال للكأس الخليج حدية للأخوة المنظومين للبطولة وأن أحظى بحضور المباراة النهائية المقامة في قطر إلى جانب موهبته في النحت يجيد يعقوب الرسم بواسطة الرمل والذي يعد من الفنون النادرة في البلاد إضافة إلى الرسم عبر قشور البيض والرسم بالألوان الزيتية وعلى الرغم من مواهبه المتعددة في هذا الجانب إلا أن هبشان يعد كغيره من المبدعين تغيب عنهم اهتمام الجهات الرسمية فلا دعم ولا تشيع لهم ولا حتى مجرد التفاتة تسندهم عندما تنظر إليه للوهلة الأولى تظن أنه كاس خليجي 24 ولكن عندما تكترب أكثر وتلامسه بيديك تعرف أن هذا ما هو إلا تحفة أبدع هبشان في نحته بكل تفاصيله حدا سعد قناة بلقيسة من مدينة تريم حضر مو ترجمة نانسي قنقر